السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناة فوق عالم الكمبيوتر والبرامج ازاي اخو عاملين ايه يا رب اكونوا خير في الحلقة بتاع نهاردة بازن الله هقدام لك سر جديد من اصرار لم تكن تتخيل ان هي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك طبعا قبل ما نبدأ الحلقة ونقول استرق طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة لان ده بيدعمنا وبيخلينا نقدم لك كل مهورة جديدة. استرق الخامس اللي معانا في الحلقة بتاع النهارة ديت ان انا عايز اقول لك ان الويندوز بتاعك لو حصلت عليه مشاكل انت مش محتاج ان انت تتسطر نصفة جديدة. كل اللي عليك ان انت تعمل عملية اصلاح لنصفة الويندوز بأمر بسيط. هتقول لي ازاي الكلام ده? هقول لحضرتك تابع معي بحلقة. كل اللي انت هتعمله هتكتب في خانة البحث هنا سي ام دي. طبعا هتغير راحة المفاتيح للغة اللي هي الانجليزية. وتكتب سي ام دي. هيظهر معاك موجه الاوامد. هتبدأ تفتحه وتشغله كمسؤول. الخطة دي مهم جدا. لازم تشغله كمسؤول. هتقول له طبعا نعم. هيفتح معاك موجه الاوامد بالسورة دية. هتبدأ تحق الامر اللي انا هقول لحضرتك عليه وهتركه لك في صندوق الوصف بتاع البيديو. الامر هو. انا كتابته. طبعا انا هتركه ليه في صندوق الوصف عشان ما يدعش فيه اي خطأ فيه كتابته. وتضغط انتر. كل اللي انت هتعمله انك هتنتظر. الامر ده هيبدأ بمراجعة كل ملفات الويندز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك ويقوم بيصلحها حتى لو فيه ملف تحزف بالخطأ هيرجعه لك. لو انت لاحظت ان هو ظهر لك اهو نوع نسخة الويندز اللي موجودة على الجهاز بتاعك. جاب لك الموديل بتاعها بتاعها وكتاب لك الرقم اللي موجود عندك. وزي ما انت شايف حضرتك هيبدأ العداد يشتغل تحت ويبدأ يصلح لك كل ملفات الويندز. مش كده وبس. ده كمان لو كان عندك ملف من ملفات الويندز اتحزفت بالخطأ هو هيقوم باعادتها مرة تانية على جهاز الكمبيوتر بتاعك. كل اللي انت هتعمله ان انت هتنتظر لحديث ما الامر ده يخلص ويقول لك ان تم الاصلاح بنجاح. وبعد كده حضرتك هتروح اعمل اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك هتلاقي جهاز الكمبيوتر بتاعك كل المشاكل اللي عليه يتحلط وانتهت. طبعا وكده الفيديو بتاعنا النهار ده يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء جديد مثل التناشة على اللايك والشير والاشتراك في القناة واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.